نعم صباح الخير في بداية تحياتي لك والاستداء المشاهدين بدون شك نعتقد تصريحات تتصدرت من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هي جمع أشهر تحفيزية والدعوة إلى إيجاد حل لا نقول حل نهائي لهذه الأزمة أو على الأقل وضع الخطوط العريضة للتوصل إلى حل خلال المرحلة المقبلة قبل هذه المفاوضات كانت تصريحات من قبل وزير الخارجية الأوكراني تحدث بأن أقصى حد هو الحصول أو التوصل إلى وقف إطلاق النار أعتقد هي النقطة التي ممكن أن تخرج بها هذه الاجتماعات ولكن هناك النقطة الأهم موجدت نظري الشروط التي سوف تضعها روسيا لوقف إطلاق النار أعتقد هذا هو السؤال الأهم خاصة أن روسيا على حد هذه اللحظة ما زالت مصرة في عملياتها وإلى حين تحقيق الهداف كما يقول الروس لذا أعتقد أن روسيا تحاول قدر الإمكان حتى تجلس على توطر الفاوضات أن تكون أوراكها في الميدان قوية جدا وأن تحقق اختراقات أو إنجازات على رغم كما تعلم منذ أكثر من شهر إلى حتى هذه اللحظة الخطط الروسية لم تكن بالتصور الذي كان يراه بوتين أو يراه الروس بشكل عام فيما يتعلق بالسيطرة على عاصمة كيف على سبيل المثال لذا أعتقد أن هذه المفاوضات هي كما أشار الرئيس التركة رجب طيب أردوغان هي مهمة لكل الأطراف ليس للروس والأوكراني ولكن للمنطقة لأنها تساهم بشكل كبير في نزع فتيل الأزمة ولكن كما أشرت أيضا النقطة الأهم هذه النقطة هناك من الخارج من يتابع ويراقب هذه المفاوضات أقصد الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الذين صعدوا بشكل كبير خلال الأسبوع الأخيرة الماضية ضد روسيا